خلينا نروح له حدث مهم يمكن بكرة هيكون ختامه وكأس العالم الرماية واللي بيتلاعب في مصر منذ يومين وده أحد الأحداث الكبيرة العالمية اللي بتقام على أرض مصر في العاصمة الإدارية أو ملعب طبعا يعني مصر أو الدولية أو ملعب مصر الدولية في العاصمة الإدارية بكرة بيزلها هيكون ختام بطول الكأس العالم الرماية بندقية ومسدس واللي بتتلاعب على مدينة مصر الدولية للألعاب اللومبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 17-20 فبراير زي ما قلت لحضراتكم اللي احنا فيه لعبة منتخبنا قدمه نتائج مميزة في البطولة ولكنهم مادروش يحققوا مديليا ولكن كانوا رايبين جدا من هما يحققوا مديلياته وده طبعا عشان المستويات الكبيرة اللي مشاركة في البطولة ومستويات عالية ومميزة جدا ولكن هو احتكاق قوي جدا لمنتخب مصر البطولة مشارك فيها 376 رامي ورامية من 51 دولة من اكبر واعظم الرما في العالم والدول المشاركة في البطولة كتير جدا ومختلف القرات مشاركة وده طبعا عدد كبير جدا 51 دولة الحقيقة رقم كبير قوي بتعندك كاس العالم للكرة اليد 24 فرقة مثلا صح؟ 32 الناس 32 انت بتتكلم النهار ده في 51 دولة ماشي وعلى فكرة مصر هتستضيف كمان يوم بطولة افريقيا يعني نفس اللعبة طبعا للرماية ولكن هتكون على ميدين الرماية في مدينة 6 اكتور كل التوفيق لرما مصر ان شاء الله يقدموا نتائج جيدة سواء في البطولات الدولية او في باريس 24 ان شاء الله العام القادم